اشتركوا في القناة فيلمز الشركة المنتجة فعملنا فيلم قصير عمل انه يعني يصير لاحقا فيلم طويل الفيلم هو مقتبس من رواية الدول الازرق لدكتور حسان برغوطي شاعر فلسطيني وبحكي الفيلم هي القصة مكتوبة بصفحتين في رواية وبتحكي عن كيف القدس عم تتهود وتتسرب ضمن سياسة الاحتلال حوالت اروح لقشي ابعد شوية ما خلف الخبر خلينا نحكي عن واقع الانسان المقدسي اللي بعيش هناك وكيف ممكن بشعر نتيجة المراقبة والعقاب والعوامل النفسية وكل هاي السياسة اللي بيتخذها الاحتلال باتجاه ضد الانسان المقدسي كانسان وكمدينة يعني وتحريف وتحوير الشكل المعماري والثقافة من ثقافة عربية عميقة لثقافة اكتر بأسرلها يعني ورحت لقصة اللي هي نحنا يوم يوم عم من نايشها اللي هو كيف اسرائيل بتحاول تاخد كل شيء وتسيسو وتربطو بتاريخي اليهودية عساس انه كانوا قبل ثلاث تلاف سنة في القدس في قصة حجر سليمان اللي كتب حسين بالخمسة وتمانين وانا براي هي كانت نبوءة بوقتها لانه ما كان الوضع السياسي في القدس من طرف الاحتلال بهذه الطريقة هو كان شايف لبعيد يعني اليوم صفة انه مثلا باب العمود او باب دماشق كان يكون مليان صبايا وشباب بيشربوا قهوة وبيحكوا بعده هذا اليوم صار ممنوع يعني هو عبارة عن درج فاضي فاسرائيل تلجأ كل الوقت انه اي اشي الانسان المقدسي بده اياه سواء بده يبني بيت او بده يجيب رخصة لابني بيت او بده يجيب ساعة كهرباء او ساعة ماء بتطلب منه يدفع مبالغ كتير كبيرة وهذا هي السياسة او جزء من السياسة المخفية يعني بعيدا عن الدم والقتل الصورة المباشرة اللي احنا منشوفها في الاخبار فيه كمان هاي السياسة اللي هي اسرائيل ما بتمنع ولا شي يعني الفلسطيني انا براي لكن بتعمل حياة الفلسطيني مستحيلة يعني بشكل ملخص ففي هاي القصة بيجي لحسين طارد في البريد بروح بده يستلمه بطلبه منه 20 ألف دولار فمع الزهق والملال والفكر انه ممكن عمي اللي بأميركا بعتليها بقرر ياخد هذا الطارد فبيبيع بيته وبتدين شوية مصاري وبياخد هذا الطارد وبفتحه بطلع بقلبه حجر اللي هو بنجن انه يعني كيف حجر يعني بعد ما دمر حياته بيده فبيصير بطلع على على الواقع اللي عايشينه نحن في القدس انه هي الهوليلاند والأرض المونودة والأرض المقدسة كل الديانات عم تحكي انه هاي هون مركز الديانات فبيستغل هاي الفرصة وبيستغل أنا برأي صداجة السائح الغير مفكر التقليدي اللي بيكرا اكتابه بيجي بيشوف بلد ع اساس قصة تاريخية بتعرفش مصدرها او هوا ما بعرفش مصدرها من وين وبصير بيشتري والسياح يشوفوا الحجر لعبين ما تدرى عنه سلطة الاثار الاسرائيلية اللي بتيجي بتقتحم بيته وبتاخد الحجر علما انه كان قبل كاسر شقفة من الحجر وعاملها تحليل بالجامعة الابرية وبجي رد انه هذا حجر طبيعي ما فيه اي قيمة لكن نفسها هاي الحكومة هي بتصادر الحجر بالدعاء انه هو سرق الارث الاسرائيلي واليهودي وبياخدوه بحطوه في قلعة القدس اللي هي اليوم سموها بعد الاحتلال قلعة داود اللي هو متحف فبشكل مختصر يعني كل شي بالقدس صاير قصته صاير مثل على الحجر